اليوم سأحضر أطيب يالنجي ممكن تدقوه سأقل لكم كيف تظل عندكم الورقة خضرة وعم تلمق حتى بعد الطبخ دعونا نشوف سوا كيف سأحضرها اليوم عندي ماء عم تغلي بسقط فيها الورق العنى بقى نستخدم التبع المراطبين إذا الورق قاسي خلوه يغلي لمدة عشر دقائق وإذا لا بس غطوه بالماء الصغنى وحطوه بالمصفية وهلأ للحشوة الرز لازم ينقع لمدة ربع ساعة رز مصري هلأ رحضيف عليه البقدوني سكتره الخضرة تعطيه طعمي كتير طيبي وبنفس الوقت رح يدوبه هلأ منحط النعنى الأخضر رحضيف بصلة مقطعة عن ناعم وبندورة كمان مقطعة عن ناعم وهلأ رحضيف نصف كاسة زيت زيتون مع ملعقتين طعام من تبس الرمان وعصير حامضطين ملعقتين صغار من الملح نصف ملعة من الفلفل الأبيض أو الأسود حسب الرغبة ومنخلطهم كتير منيح طبعا كمية الحشوة رح تقل بعد ما تدبل الخضرة وهلأ رحلف كم ورقة عنب معكم لحتى فرجيكم الطريقة منكتر حشوة لأن الحشوة رح تدوب متل ما شايفين منلفها بكل سهولة منحط الوجش الخشن لجوه والناعم لبرا ومنكتر حشوة ومنسكر الأطراف ومنلفها شايفين لف الورق عنب كتير سهل وما بياخد وقت هلأ عندي كوسة وبتنجان وبطاطا لأقون حشم صغير طعمتهم ولا أطيب من هيك باليلا نجيب تحشون لتمون مش متل المحشة منترك فراغ هلأ عندي التنجرة حتت فيها شرايح بطاطا وزيت زيتون هلأ رح طيف شرحات البندورة ورشة ملح هلأ رح حط الورق عنب منحطهم بشكل دائري منصفون بعدين منحط الكوسة والبتنجان والبطاطا يعني منحطهم بالنص هلأ برجع بحط الورق عنب كمان بشكل دائري وهلأ رح ضيف مية الحشوة بعد ما صفيتها هلأ بضيف عصير ثلاث حامضات وبحط السحن وتدقيلة اي تدقيلة متوفرة عندكم وهلأ بضيف الماء مع ملح لحتى تغمر بداية السحن عندي وهلأ بضيف نصف ملعة فلفل أبيض أو أسود تعطيها طعمي كتير طيبة خمس معالق طعام من زيت الزيتون ومنستنى لحتى تغلي ومنغطيها ومنتركها ثلاث ساعات هلأ بعد ثلاث ساعات استوت عندي منتركها ساعتين لحتى تبرد لا نفتح الغطأ أبدا وهلأ بعد ما قلبتهم شايفين الورقة عم تلمع ولونة أخضر إذا فتحتوا الطنجرة وهي سخنة فورا متسود هلأ رح فأجيكم حبة باتنجان من جوة طبعا الباتنجان والكوسة والبطاطا طعمتهم بتشاهي بتمنى تجاربوها وتقولولي رأيكم وألف صحة وعافية شكرا شكرا